اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والأمراء يرجعون لنا بخير ولوقتها لازم نكون قوايا ولازم نتوقع أنه يصير أي شي فهمتوا شو أمقول؟ تمام؟ ليش مستحيل مصطفى ما يساوي هالشي؟ ليكم جمع ساكرو وجاي لهون على العاصمة ناوي يسرق العرج من السلطان وممكن ممكن شو لو مستحيل الشي ما حدا في قتل أخواتي أبدا مريم وضي صوتك الوضع صعب والأيام اللي رح تجي رح تكون عظيبة كوني قوية مستكي أعصابك كرمالة وقفي جم أخواتك أخواتك حيكونوا أمانتك يا مريم لأنه ما بسق بحدا غيرك أنتي وأنتي ما لازم تسمعي كلام أي حدا تاني غيري أنا عم تفهم علي أنتي كثيرا متخوفيني مريم يا بنتي أنت سلطانة وأبوك السلطان سليمان سلطان العالم لا توسقوا بأي حدا هون سلطانة بابا رح يرجع وأخواتي رح يرجعوا كمان ولبين ما يرجعوا بالسلامة أنا رح رحميكم صدقيني ما في مخلوق رح يقدر يقرب منكم أميري ابني البطل سلطانة شو رح نساوي هلأ مصطفى باشا رح يكون مستعد رح يساوي اللي بيطلع بإيده ليحميكم ويحمي العرش ونحن رح نستنى كمان رح نصبر يا بنتي سلطانة خليني روح وأحكي مع مصطفى أكيد بيسمع مني السلطانة ناهد دوران والسلطانة خديجة هننا اللعبين بعقله لا يا مريم ما بقى يمشي الحال أبدا أنت عندك مهمة وحدة وهي أنك تظل لي هون جنب إخواتك وأخيرا سلطانة هويام عفيفة خانم سمبو الأغا شرح لك عن الوضع شي لا بس عندي فكرة عن الموضوع سمعت أنه حضرت الأمير مصطفى رح ياخد الجيش تبعه ويروح يساوي انقلاب على السلطان سليمان أصلا لهيك إجيت لعندك من وين عرفتي بالموضوع؟ لأنه حضرتك بعد ما تركتينه ورحتي السلطانة شهرزاد وصلة هذا الخبر السلطانة خديجة هي اللي بعدته لمصطفى وطلبت مني كمان أني اسكت وما جبلك أي سيرة عن الموضوع بس كان لازم أنك تعرفي أي طبيعي السلطانة شهرزاد أكيد ما رح تخاف عليه هاي حبة تحمي خديجة ومصطفى وبس شو بيعرفك ما يكونوا متعاونين سوا أعوذ بالله يا سلطانة لا تقوليها مستحيل لا تاكلهم يا سلطانة هويام بنوب أنا لح ضل هون جمبكم ما رح خلي حدا يقرب عليه كل وقت ما يرجع مولانا السلطان بالسلامة عفيفة خانو أنت ما عندك خبر عن وضع السلطان طالعين له عالطريق وناس بين له فخ وعم يقولوا أنه متصاوب أولادي لأمرها ما حدا ما حدا بيعرف وينه يا الله تخيلك يا ربي شو هالمصيبه شو اللي عم بسمعه يا مولاتي ولهيك هلأ الأمير مصطفى رح يكون بطريقه لهون ما بدي حدا يعرف بهالحكي هادية اللي سمعتو لا الأغوات ولا الجواري ما حدا سمبو الأغا تحت أمرك سلطانة رح أكتب هلأ مكتوبه لازم توصله لمولاي السلطان بعته مع أكتر حدا بتوصق فيه أنا جاهز لأي شي بتطلبي مني يا سلطانة هويام أنا أجيت لهون لأعطيكي خبر بالشي اللي صار بس الظاهر إنه صار عندك علم عرفت هالشي وقت كنت عندك ولهيك تركت القصر ومشيت بسرعة خير شو الموضوع؟ الموضوع كتير خطير قل فتخانه الأمير مصطفى جاية لهون ومعه جيش كبير لا مو معقول هالشي مستحيل الأمير مصطفى مستحيل يتمرت ومساوين له كمين لمولاي السلطان وقت اللي عرف إنه متصاوب فكر إنه ياخد العرش كيف؟ أنت شو عم بتقولي هويام؟ مولانا السلطان متصاوب؟ مصطفى باشا عم يتأكد من هالموضوع بس أنا متأكدة إنه حيرجع لنا بخير إن شاء الله يرجع لنا بخير وسلامة دخيلك يا ربي بعتولي خبر لمصطفى باشا فورا بجي شوفه واحكي معه هويام أنا حاسة فيكي وبعرف شو هو شعورك بس طمني بالك أنا بنفسي رح أبحث وحقق بهذا الموضوع وأنا ما عندي شك يا سلطانه هدول خوانة لازم نحطلن حد مصير السلطان سليمان ومصير الأمرة مو معروف والأمير مصطفى والجيش تبعه رح يهجموا علينا وحضرتك عم تقولي لا تقلقه هويام حتى لو الحكي اللي نقال عن مصطفى كان كله مزبوط مستحيل يفكر يأذيك أو يأذي الأمراء أبداً يا سلطانة أنت ما بتعرفي لمصطفى أكتر مني إذا صار للسلطان شي لا سمح الله أول خطوة بساوية الأمير مصطفى رح يعطي أمر بقتل أولادي فوراً أنت خليكي هون واستني خبر مني فخري يا خانم ممنوع أنك تنامي لازم تخلي عيونك أو أولادي الأمراء طول الليل والانهار لأنه أنا ما عاد أوسق بحدا كوني مطمنة يا سلطانة بعدك أنه حطوا الأمراء بعيوني ويسم بل آغا بعتوا للمكتوب له زمان طالع يا سلطانة بتوقع يكون بعثه حاسح حالي رح موت إذا بدل استنى هيك أم تبقى رح يجينا شي خبر عن السلطان مريم ما فينا نساوي شي غير ندعي له وفوق هيك لازم كمان نصبر أصحك أنه تفقدي الأمل يا بنتي لازم تواجهي الأمور بجرأة وعديني أنك تضلي قوية وواثقة من نفسك هويام لتكوني سمعت شي خبر جديد سلطانة أبدا بس أنا حكيت مع الباشا من شوي ونحنا لازم نكون جاهزين لكل شي يعني بأي لحظة ممكن يصير تمرد هون أو يمكن دم السلالة العثمانية ينزف لهيك لازم ناخد احتياطاتنا مشان الأمراء حضرتك بشو عم تفكري سلطانة؟ رح تعطيني الأميرين بيزيد وجيهان جير يا هويام لازم إنهم يبقوا عندي لا مستحيل يا سلطانة ما بقدر أعطيكي إياهن هويام شوفي هلأ موقت العواطف بنوب أنا ما بعرفه منيح لمصطفى بس ناهد دوران بعرفه منيحه ما بضمن شو ممكن تساوي أبدا كمان لا تنسي إنه خديجة حقدي عليك لليوم ولهيك الأمراء رح يكونوا بأمان أكتر معي لحتى ييجي خبر من السلطان أنا مستحيل بعيد عن ولادي أبدا هالشي يا هويام مو على كيفك هدول ولاد السلالة وأنا الوحيدة ياللي بقرر مصير للأمراء مو أنزل سلطانة شهر الزاد على قليلة عطيني شوية وقت ضروري فكر بالموضوع ماشي فكري اليوم وبكرة الصبح رح يجي لهون وأخدهن سلطانة حيكون هاد امتحان امتحان وهم لقلنا كلنا رح نعرف فيه مين عدونا ومين هو صديقنا الحقيقي ياللي رح يوقف معنا لما نوقع بهيك ورطة رح يكون صديقنا وياللي رح يوقف ضدنا رح يكون عدونا وياريت ما حدا هون يتصرف على هوا لأنه جلالة السلطان سليمان رح يرجع لهون ووقت ما يرجع تأكدي أنه في كتير روس خاينة رح تنقطع سلطانة من شوي سمعت بالموضوع الله لا يحرمنا أبدا من جلالة السلطان الله يسمع منك يا فريال أنا طلبت منه أن يبعثوا وراكي لأنه ما عم يوصلني أي معلومة من رسطم كتب ليك شي مكتوب هالفترة من أول يوم رح فيه ما كتب لي ولا كلمة أساسا ما منعاته يكتب لي وأنا هلأ ما عندي أعلم بيوضعه بنوب يعني لو كان صاير شي مكروه للسلطان كان أكيد رسطم آغا بعث لي مكتوبه وخبرني مو هيك فريال مظبوط كلامك بس يا سلطانة السمب الأغا قال إنه نصبين لهم كمين شو بيعرفنا إذا كان رسطم صاير له شي ولا لا؟ يعني احكي رسطم ما بتنخفى عليه لاشاردي والعواردي أبدا ومدام ما بعث لحضرتك رسالة في احتمال إنه يكون عن جد صاير شي هو حاسب حساب لهيك قصة شو بتقصدي بها لحكي هاد؟ أنت عم تتهميه بشي؟ يا سلطانة حضرتك بتعرفيه أكتر مني بكتير لرسطم وبتعرفي إنه مشان مصلحته ممكن يساوي أي شي السلطانة شهر الزاد بدي تأخذ ولادي قال إنه هدفها تحميهم أنا واثقة إنه رح تحميهم بس إذا الأمير مصطفى استلم العرش ما في حدا رح يقدر يوقف بوشه ورح تكوني مجبورة تسلمي ولادك كلهم بشو بتنصحيني؟ أكيد حيكون صعب عليكي إنك تسلمي ولادك وتبعدي عنهم بس للأسف ما عندك حال تاني سلطانة شهر الزاد في تحميهم لإنه من السلالة بس في عندك حال تاني شو هو؟ الأمير مصطفى عم يفكر إنه يسلم العرش بس ما حيوصل لهون قبل يومين ومنقدر نستغل هالوقت ونسلم العرش لغيره مو هيك؟ مثلاً لحضرة سمو الأمير بيازيد وشلون بدي سلمه العرش وهو بحيك عمر؟ سلطانة ما في قدامك غير خيارين إيها بتخلي الأمير مصطفى يستلمه للسلطة وبهل حالة هو رح يأمر بيتصفيته ويمكن ينفيكي فالأسلام إنكن تسلموا العرش للأمير بيازيد سلطانة سلطانة المرسال اللي بعته اليوم الصبح لقوه مقدول قال إنه لقوا جسته للمسكين بالحديقة الخاصة وكانت مطمورة وراء الشجر وشلون صار هيك يا سمبول لك ما نتبهتك إنه تساوي هالموضوع بالسر والله ما بعرف كيف هذا الموضوع انفضح صدقيني ما حدا عرف بالقصة غير أنا وحضرتك لا حول ولا قوة إلا بالله سلطانة باضح إنه في واحد من جماعة الأمير مصطفى موجود بالأسر ولهيك عم يقدروا يعرفوا كل خطوة عم تخطوه اللي عم بتقوله في ريال صح يا سلطانة أكيد في خايم بالأسر دركوني لحق لي شوي بدي فكر شو بدي ساوي فكري باللي قلته من شوي يا سلطانة ما عندك كتير وقت لازم تاختي قرار بالشي اللي بدك تساوي لا تقلقي أكيد رح أخذ قرار وإذا كان صح أو خطأ مو مهم المهم إنه أقدر أحمي ولادي سليمان يا ترى وينك وينك يا رب العالمين رب السماوات والأرض يا ربي أنت أكرم الأكرمين شفاق حالتي ورد البلان واستجب لدعواتي يا موجي بالدعوات أنا عبدتك الفقيرة وبحاجة لرحمتك وعنايتك والطفال حميلي ولادي ورحمهم يا أرحم الراحم أنا لجأت لرحمتك وعنايتك نجيلي ولادي يا أرحم الراحم مريم أنت وينك أنت كيف بتطلعي من الحرم لك من دون إذني رحت لعند السلطانة شهر هزاد طيب أنا ما قلت لك لا تتركي إخواتك لحالهم بعدين أنت ليش رحتي لعندها ليش رحتي أنا رحت لعندها مشان إخواتي أصلا ووعدتني أنه رح تحميهم هي رح تجي الصباح مشان تأخذهم لعندها حيكونوا بأمان أكتر عندها مريم برجع بقلك حبيبتي بعمرك لا توسقي بحد غيري أصحك توسقي أصحك حضرتك فكرت باللي قلت لك يا كوني وضمني فريال فكرت وقررت سلطانة هويام في الريال شو اللي عم بتساوي عندك؟ والله أنا سمحت الله حضرتها بتكون زوجة والد يار بكر رستنباشا يعني هي مسمح لأنه تجي على الحرم لك يا سلطانة ما رح اتدخل بهالموضوع نازلي خانم إذا الأمراء جاهزين خليهم يجوا لهون عفوا سلطان الأمراء مالهم موجودين هون كيف يعني مالهم موجودين؟ هويام بخصوص ولادي الأمراء أنا فكرت بموضوع حمايتهم من كل النواحي ولقيت أنه أنا يلي لازم أخذ القرار يلي بخص مصيرهم وقررت أبعدهم عن المصر من هون لحتى يرجع السلطان رح يبقوا بمكان ما حدا بيعرفه غير أنا هدول من سلالة أهل عثمان وأنا أكتر واحدة قريبة لألون شلون بتتجرأي؟ سلطانة أنا ما عندي شك فيكي بنوب بس أنت شايفة الوضع أنا هربت الأمراء مشان أحميهم وأحميكم يا سلطانة على مين عم تتضحك يا هويام؟ أنا بعرف مخططاتك يا خانو أنت رايدة تاخدي العرش من الأمير مصطفى وتسلمي واحد من ولادك الحكم سلطانة لا تخربتي بيني وبين حدا تاني أنا اسمي هويام بيني وبين السلطان سليمان في عشق أبدي ووفاء مطلق ومدام عم ياخد نفس حكم الدولة رح يضل تحت إيد مولاي السلطان سليمان هالشي مو بس ممنوع على الأمير مصطفى حتى ولادي ممنوع أنهم يجلسوا على هذا العرش إلا عجزتي وبالك مولاي نقتل بها الحملة يا هويام إليلي وقتها شو رح تساوي حاولت بعدي هالأفكار السودة من بالك سلطانة مولاي عايش أنا بتنفس بنفس السلطان ومدام أنا واقفة هون قدامك وعم بتنفس هاد معناته أنه السلطان عايش أكيد ما فينا نعيش على الاحتمالات هويام خبريني لشوف وين أخدتيهم لأولاد أخي السلطان الأمراء وينهم غلط يا هويام معقول أنك ترمي أولادك عن نار لكل عيونهم على الأمراء كيف بتطع العيون من الأسر بهيك صرف إذا الأولاد اتعرضوا لأي أسا ما رح سامحك ابنه سلطانة مصطفى باشا سلطانة جعيب لك أخبار كتير حلوة مولاي السلطان مولاي السلطان لساته عايش وصحته كتير منيحة وخبروني أنه هنم بطريق لأفلونيا ورح يوصلوا قريبا ألف حمد وشكر لك يا ربي كيف هون الأمراء؟ عرفتوا شي عنه؟ أولادك الأمراء بخير يا سلطانة أنا رح أبعد هالأخبار للأمير مصطفى وطمنه عن مولاي ملكي إذا عارف بتراجع عن قراره يا سلطانة؟ الأمير مصطفى لازم أنه يدفع تمني اللي عم يساويه يا مصطفى باشا خبره مولاي السلطان بالوضع فورا لازم يعرف أنه ابنه عم يخونه سمعتني؟ أمرك يا سلطانة سلطانة؟ طمنيني؟ في أخبار عن بابا؟ هو عايش مريم مولاي السلطان وإخواتك الأمراء الحمد لله عايشين وصحتهم منيحة كمان انتهى هالكابوس يا مريم بس اللي عايشنا هالحزن وهالألم لازم أنه يتعاقب أنا مستحيل أني سامحون معناته هلأ صار فينا نرجع بيزيد وجهان جير لهنا القصر نحنا المفروض ننظر شوي ما بعرف شو ممكن يصير بجزء الأمير مصطفى يظلوا مصر على قراره هات سلطانة 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 سمبو الآغة خير؟ أنت ليش هيك عم تندوب؟ سلطانة من شوي من شوي يجى دوزقون آغة لهون الطاعة الطرق هاجمين على الأمراء عارفين رح يمروا من هناك فهمني وين الأمراء؟ سلطانة بطاعة الطرق خطفوهون وما منعرف وين أخدوهون فخرية خانهم لحتون مشان تنقزون ودوزقون آغة أجعل قصر مشان يخبرنا كيف عرفوا أن الأمراء رح يسافروا يا آغة؟ ولا ما قدرت دفل على لسانك؟ صرت تحكي هون وهون ما هيك؟ أكيد أنت اللي خبرتن مشان يخطفون والله مو أنا اللي خبرتن يا سلطانة بس يمكن هن كانوا ملاحينها فريال أنتو خبرتوه شيء؟ لا بس بتعرف أنه هي مثل الشيطان وبتكونوا عرفت بالموضوع يا سلطانة سلطانة فخرية؟ شو صار لقيتيلون أي أسار؟ لحيطن مشان أعرف وين أخدوهن سلطانة خبوا الأمراء ببيت موجود شوات الغابة هناك وأنا رجعت لهم مشان أخبركن طلعي بسرعة يلا امشي شوفتهم فاتوا عهد البيت سلطانة شوفتهم فاتوا عهد البيت سلطانة بيروحوا بيجيبوا الأمراء و بيرجعوا لينا لا أنا جاية كمان بعالوا معي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليش هيك سعويتي سلطانة احكي وين أولادي الأمراء بخير ما بدي إياك تقلقي أبدا الأمراء صاروا بالأصر فهميني ليش هيك سعويتي تركونا لحالنا في شي مهم بدي أحكي أنا وياها طلعوا ايه احكي فكرتك أزكى من هيك يا هويام يلي سمعتيه مو مزبوط مولاي السلطان الحمدلله بألف خير وما أنا متصاوب أبدا محمد وسليم بخير كمان مصطفى باشا وصله خبر مني أنا يا هويام والأهم من هيك حضرة الأمير مصطفى ما غادر منيسة أبدا وما بيعرف شي عن القصة بنوب ولي وصل لك هالخبر شخص تابع لرجالي عن جد أنا بهالنيك يا سلطانة متوقع هاد الشي ما بيجي على بال إبليس هويام انت سألتيني بالماضي شوية اللي عم بيصير أنا رح أحكي لك هويام لما دخل لطفي باشا على الديوان إجيتي بنفسك مشان تباركيلي بس الحقيقة انت إجيتي مشان تذكريني بنهاية إبراهيم باشا مظبوط؟ كتير منيح أنك فهمتي شو بقصد بس أنا قلتلك نحنا ما منشبه غيرنا أبدا لا لطفي باشا متل إبراهيم ولا أنا بشبه أختي خديشة بس حضرتك يا هويام إدن من طين وإدن من عشين أنا حبيت ذكرك بهالحكي يا هويام مشان يكون هالمرة درس إلك شو تافى هالحياة؟ بلحظة بتغير مصير الإنسان كله إليلي إنتي ليش هيك زاوتي يا سلطانة؟ أكيد عندك هدف لتكوني عم تنتقمي لإبراهيم باشا مثلا إليلي هالشي مظبوط؟ إبراهيم باشا كان رجل دولي عظيم يا هويام ومحارب مقدام بس تيجي واحدة متلك تكون السبب بيموته؟ هاد الشي مستحيل إن يأرضى عنه عم تفهمي؟ هيك الشخص اللي يستحق هيك نهاية مو أنت اللي بتقرري هالشي وهي الحادسة لازم تكون عبرة لإلك يا هويام أنت وإبراهيم باشا كنتوا عبيدة عند السلطان وتذكري مين أنت قد ما طلعتي وانزلتي بتظلك جارية ورح تجي اللحظة اللي تعرفك حدودك شهر زاد أنا سقتي فيكي كانت كبيرة أنا شو سعويت معك؟ انبسطت أول ما أجيتي لهون قلت إجا حدا يفهمني بس أنت أعلنتي الحرب علي من أول يوم إجيتي بس أنت مثل غيرك أخدتي هالموقف مني قبل ما تعرفي حقيتي طلعتين مثل إختك تكرهيني كتير ما بتطيقيني بس نهايتك أكيد مثلا سمعتي يا سلطان قربت نهايتك أنت وجوزك صحي كلكون تكرهوني بس أنا رح أنتقم منكم كلكون أنت سمعتيني رح أنتقم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر